اهلا بحضر لكم مرتين في المنتدى ومطش مبارح يعني كان في عقوبات على الفريقين طبعا مباراة النهاية الكاسة الانتهت بفوز الاهلي اتنين واحد عقوبات اه 20 الف جنيه على جمهور الاهلي بسبب السب الجماعي وانا في رأيي ان القانون ده في اللايحة لازم يتغير 20 الف جنيه يا جماعة ولا حاجة ان واحد ابوه امه يتشتمه ولا حاجة 20 الف جنيه ده يعني لازم تبقى غرامة السب الجماعي اقل حاجة اقل حاجة 100 الف جنيه ده اقل حاجة تتكلم 20 الف جنيه النهاردة جماعني كم دولار مفيش كم دولار ولا حاجة ولا حاجة 20 الف جنيه النهاردة غرامة على نادي عشان اه لعيب او مدرب بيتشتم طول المطش بابوه امه افرائي يعني غرامة هزلية بغض نظر عن مين المنافس فيها لو على اي نادي تاني كنت هقول نفس الكلام ولكن النهاردة انا شفت يعني فيديوهات فيها سب جماعي سب الرمضان صبحي باسوأ الالفاظ يعني باسوأ الالفاظ مش بحقول الغرامة 20 الف جنيه بس هوا انتوا يا جماعة يعني الام دي عندكو رخيصة كده يعني بالنسبة للناس اللي حطين اللايحة دي وبينفزوها هل انتوا الام عندكو رخيصة بهذا الشكل فيش حاجة طبعا تعوض اشتمت الام بس لازم تبقى فيه عقوبات على الجمهور تتناسب مع الفعل النهاردة لما يكون فيه سب جماعي بالاسم والغرامة 20 الف جنيه اللي طلع يعني العقوبات دي النهاردة هل هو يرضى على نفسه انه لو تم سبه بأمه ان الجمهور النادي يتغرم 20 الف جنيه بس فين النهاردة هيفضل يسيب المطش اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه ولا حاجة ولا حاجة 20 الف جنيه غرامة على نادي او اي نادي لسب جمهوره للعيب طوال التسعين ديه هل ده انتم متخيلين ان دي عقوبات راضعة لا اي حد لا اي حد لا طبعا عقوبات هزلية وهزيلة يعني ماينفعش ابدا اعتقد ان مفيش اي حد من حضراتكو حد يقبل النم وتتشتم اا في مطش كورة وتبقى الغرامات على النادي 20 الف جنيه انا جبت انا مش عايز بقية الاقوبات سيبكم بقية الاقوبات دخول الملعب اثناء الاحتفال وبتاع كل الكلام ده يعني اللايحة ما تهمنيش ولكن بصراحة لما بصيت على الاهلي عليه 20 الف جنيه وقالولي ان هي دي اللايحة بتقول كده ايه شي لجنة المسابقات عاملة اتنفزت اللايحة لكن هل هل ده عدل ربنا لا لا هطلق افضل الجمهور يشتم اي حد بمزاجه طول ما العقوبة هزيلة بهذا الشكل 20 الف جنيه يا جماعة 20 الف جنيه ايه اللي انتم بتقولوا عليها وامتى لا تناسب الفئل ابدا ابدا ده اقل حاجة اقل حاجة مئة الف جنيه 150 الف جنيه متين الف جنيه وتبقى عقوبات تصعودية عشان يجي بعد كده النادي نفسه هو اللي يطالب الجمهور اللي هما جماعة لا ما تشتموش احنا احنا كل مطشب نتغرم 150 متين الف جنيه ما ينفعش ده المفروض الهدف من الغرامة ان انت تبقى رادع وتكون عقوبات رادعة انما النهاردة معلش مع احترامي العقوبات اللايحة اللي معمولة دي اللايحة غير مناسبة غير مناسبة ولايحة مش رادعة وعقوبات غير رادعة لأي 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 حد انا متفاهم غضب جمهور الاهلي من رمضان صبحي وانه هو الموضوع انهم عايزين يوصلوا رسالة لأي حد يسيب الاهلي وكل الكرام ده كله ولكن السبب الامة جماعة يعني يعني ايا كان النادي اللي كان طرف في الموضوع السبب بالام سبب الام العيب بتشتم في ليلى من ليالي رمضان للناس المفروض ان هي راح بتفرج على ماتش كرة وبتشجع الفريق يعني حتى لو انت عايز انت يعني تنكشوا كده ممكن تبقى حاجة من غير سبب الام يعني لو انت عايز يعني اي حاجة كل هو كشخص ممكن تنكشه عادي وبرضو توصل الرسالة وكل حاجة انها سب الام صعب سب الام صعب ف الحقيقة لما شفت العقوبات يعني يعني لازم لازم نعلق ولازم نقول فعارف ان انا هتهجم من الكلام ده ما يهمنيش عادي ما عنديش مشكلة يعني حق ربنا بيقول ان ما ينفعش لعيب يتسب بهذا الشكل طوال تسعين دي وبعد المباراة طبعا وكل الكلام ده كله وتبقى الغرمى عشرين الف جنيه على النادي ايه عشرين الف جنيه على النادي الاهل لا تتعدى اي حاجة ولا حاجة ده المعسكر تكلف كامل النادي الاهلي كلفه على الاهل سوماية خمسين ثمانمائة الف جنيه ايه يعني زود عشرين الف جنيه الجمهور بمطش اللي جاي هيشتم اي حد واعيزه وخلاص الشتيمة هتبقى في بق الجمهور بعد كده هيشتم اي حد انما لازم يبقى فيعوا جماعة وقوبات رضاء على السب ايه عشرين الف جنيه على السب الجماعي كده ازاي يعني الاحسن والله ما تديش عقوبة خلاص خلاص من نفسك مستامة انما انت الموضوع عندك جالك وعندك وهو وانت بتنفس فيه لايحة بقشرين الف جنيه والله تهريج الاحسن ان انت بتاعي خلاص سيبك من العقوبة من نفسك خلاص ما سبقتش الجمهور خلاص اكرم لك واكرم للناس كلها واكرم على فكرة لرمضان نفسه ان خلاص مفيش اي عادي خلاص مع محد السمع رغم ان لا يمكن ابدا ان محد السمع انا شفت فيديوهات يعني يعني فيديوهات فيها شتيمة جمدة جدا وسب جماعي فما ينفاش تبقى العقوبة كده جماعي